المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نشرة الأخبار من الفضائية الإلكترية وفيها المشاهدون الكرام المشاهدون الكرام أهلا بكم مشاهدين تقوم مؤسسة الريتيل للاتصالات في المرحلة الثانية من عملها في تجديد واستبدال خطوط شبكة الاتصالات الأرضية القديمة في مدينة أسمراء وأفاد مسؤول إدارة مؤسسة الاتصالات السيد تخلياس حقا أن المؤسسة تقوم باستبدال أكثر من خمسين شبكة اتصالات أرضية تالفة في حز حز موضحا أن الهدف من أعمال الصيانة هو ضمان تلقي العملاء لخدمات اتصالات وإنترنت ذات جودة عالية كما يمكن الاستجابة لطالبات مد خطوط الاتصالات للعملاء الجدد وأن هذه الأعمال هي مواصلة لأعمال تجديد الخطوط التي أنجزت في الفترات الماضية في ضواحي إعداق حموس وآخرية ومهرام إجراء وأداف أن العمل ينفذ بالتعاون مع الشركاء لدفن وصيانة الطلق المعفورة جراء أعمال الصيانة وخاصة خطوط مياه الشرب وعنابيب الصرف الصحي بالإضافة إلى رصيف المشاة وفادام سؤول القسم المعماري المهندس أبتوم حري ومسؤول خدمات الصيانة في مؤسسة الاتصالات الوليطية بدء مد خطوط توزيع شبكة الاتصالات من شبكة التوزيع الرئيسية بعداق حموس باتجاه حز حز لألف وخمسمائة متر من الخطوط الجديدة للربط بينها وأضافت الأنباء الواردة من المكتب المركزي لمؤسسة الاتصالات بدأ عملية فتح خطوط اتصالات جديدة للعملاء المطالبين للخدمات في المناطق التي جرى مد واستبدال شبكة الاتصالات الأرضية بها منذ شهر مايو 2024 نظم وكتب وزارة الصحة بيغني من قاشبرغا سامنار تنويره في مديرتي مقلو ودقي حول مكافحة الملاريا ضمن الجهود المبذولة لضمان صحة المواطنين ومكافحة تفشي مرض الملاريا برفع البعي وتوسيع مشاركة المجتمع والشركاء وأفاد مسؤول المؤسسات الصحية بالمدريات ازدياد عدد الإصابة بالملاريا نتيجة أمطار موسم الخريف وقيام المراكز الصحية والشركاء بأعمال توعية للمواطنين إلى جانب تنظيم أنشطة نفير لتنظيف البيئة ودفن أماكن تكاثر البعوض ورشم بذات البعوض في مناطق ظهرها ولا أشهد مسؤول قسم مكافحة الملاريا السيد إبراهيم يعقوب وقسم التوعي والرشاد السيد سلطان حقوس لا أشهد المجتمع لاتباع الرشادات والتوجيهات التي تقدم لهم عبر خبراء الصحة للحد من تفشي مرض الملاريا ومكافحته بالإضافة إلى أصحاح البيئة بالقيام بأنشطة نظافة مستمرة لأماكن تكاثر البعوض واتباع جميع أسالي مكافحة الأمراض المعدية لضمان الصحة العامة وأكد مسؤول مكتب مدرات الصحة بأغليم قشبر كالدكتور حيلون كداني خطورة مرض الملاريا المؤدي للوفاء موصيا الجميع بالتباع الإرشادات الصحية للوقاية من المرض وأوصى مدراء المدريتين المواطنين للتعامل مع الأمر بجدها ووعي للمحافظة على صحة عائلاتهم ووافق المشاركون على خطة المكافحة الموضوعة من قبل خبراء الصحة بتأكيد تعاونهم التام في كل الخطوات التي تتخذ جماعيا وتحليهم من الأساليب الصحية لضمان الصحة العامة التقى مدير مدينة كرنة سيد رزنير آية سكان ثماني إدارة ضواحي في الفترة من الحادث عشر وحتى العشرين من أكتوبر الجاري بشأن البرامج التنموية والخدمات الاجتماعية أوضح القيام بأعمال مرضية العام الماضي بمشاركات شعبية واسعة في برامج التنمية عامة وحماية التربة وحفظ المياه وحواجز المياه في المتارع خاصة وقال إن جهود مكافحة الأمراء تسهم كثيرا في ضمان الصحة العامة وأشار إلى الأوضاع المبشرة لحصاد محصول وفير ووفرة في العلف لغزارة الأمطار هذا العام موضحا بأن تحسن انطرأ في خدمة الكهرباء بفضل الجهود التي تبذل على مستوى البلاد وقال إن السلام والأمن المناطقي يرتكز على المشاركة الواعية للشعب داعيا لتعزيز العلاقة مع الشرطاء وشكر المشاركون التنمير المقدم ونادين للعمل على مكافحة مرض الميلاريا الذي ينتشر في هذه الآوينة والإسراع في عمليات الحصاد نظم مكتب الزراعة في غليم القاش باركا سمينار تنويري للمزارعين في الخامس عشر من أكتوبر الجاري حول زراعة ورعاية البطاطا شارك في السمينار خبراء الزراعة ومنمو البساتين في مدريات منصورة وشانبقو ومغولو وبارنتو وعلى القاش وقونية حيث أوضح القبراء طلق زراعة ورعي وري البطاطا والأفات والأمراض التي تصيبها ومعلومات وشروحات مهنية حول تقنيات الحصاد وحفظها بعد الحصاد أوضح خبير وحدة البدور السيدة والد برهان أرون أن هناك اعتقاد خاطئ بأن البطاطا تزرع فقط في الهضبة وقال أن التدريب تم تنظيمه لتشجيع المزارعين على ممارسته خلال فصل الشتاء حيث أثبت الدراسات فعاليته في المقافضات بالنظر إلى المناخ ونوع التربة ومحتوى الماء وذكر خبير تنمية الخضروات والفاكس سيد رمياس أسمن لاش أن البطاطا تحتاج إلى الكثير من الاهتمام والجدية في زراعتها ومن المهم على المزارعين معرفة كيفية تقديمها بعد الحصاد وقال مسؤول وحدة تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة في إقليم نقاش بركا سيد نقاسيها بتمكيل أن القضروات التي كانت تزرع فقط في المرتفعات مثل البطاطا ثبت تجريبيا أنها تنمو في أجزاء مختلفة من الأقليم داعينا المشاركين لتطبيق المعرفة المكتسبة وتوطيد العلاقة مع الخبراء في مناطقهم نظم مكتب جمعية المعلمين بإقليم عن سبا دورة تدريبية في السابع عشر والثامن عشر من أكتوبر الجاري لرفع الأداء المهني لمدراء المدارس والمدراء لداريين والمرشدين ومسؤولي مكاتب التعليم في مدرية حقات وأفاد مسؤول المرحلة الثانوية في إقليم عن سبا الأستاذ دخل سنبت زرعي بأن هدف الدورة تعزيز جودة التعليم بتقديم خدمات تعليمية ذات أداء العالم بتطرق الدورة التدريبية للتحديات التي تواجه العملية التعليمية وإيجاد أساليب ومهارات إدارية وتأهليها ووضح مسؤول فراع جمعية المعلمين بالإقليم الأستاذ كبرون فرزكي بدوره بأهداف ورؤية الجمعية واجتهاد الجمعية على تأكيد استفادة المعلمين من الدورات التأهيلية والمهنية المماثلة بتنظيمهم والعمل المتواصل لرفع جودة التعليم وأداء المعلمين المهنين أقضى قسم السياحة في إقليم القاشبر كاسمينار لتحسين جودة وكفاءة خدمات المرافع والخدمية السياحية في مدرية فورتوساوى وتطبيق تعليمات مكتب الضرائب والقيام بأشطة تجارية قانونية ووضح مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد في القسم السيد سميرات كبرون فرزكي بدوره بأن مثل هذه السمينارات تعقد بصورة مستمرة لأصحابه وعمال المرافع الخدمية ورغم ذلك لم يتم تحقيق القايا المنشودة مشيرا بأن السمينار البنعقد بالتعاون مع مكتب الضرائب يأتي في هذا الإطهار وذكر مسؤول مكتب الضرائب في مدرية أغردات السيد تخليط كبرون فرهان أن المرافع الخدمية عليها مسؤولية الإفاء بالاستحقاغات الضريبية وقيرها إلى جانب الارتقاء بالخدمات موضحا بأن التأخير في دفع الضريبة يعرض إلى تراكمها وأكد المشاركون بأن سمينار ساعد في زيادة معرفتهم بالحقوق والواجبات والقيام بالأنشطة القانونية من جهة أخرى قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مدرية فورتوساوا اللوازمة الدراسية للطلاب المحتاجين وذكر ممثل المكتب السيد دريس محمد صالح تقديم اللوازمة الدراسية الكاملة لمدة العام الدراسي لمئة طالب نظم صدوق الادخار والقروض المسقرة موّل سمينارا في 17 أكتوبر لأصحاب المتاجر بمدرية عد قيح لتنويرهم بمفهوم الادخار والتمويل وقدم مسؤول مكتب موّل بالأغليم الجنوبي السيد ترفي قبريوهانس شرحا بأهداف وشروط المعاملات بصندوق الادخار موّل إرشاد أصحاب المتاجر على كيفية استثمار مثل هذه الفرص المالية لضمان نمو العملاء اقتصاديا وأوضح سيد ترفي أنه يوجد للمؤسسة 553 موظفا أو عميلا في مدرية عد قيح بتمويل مالي وصل إلى مليوني نغفه بوجود 321 عميل مستفيد من برامج الديون المسقرة كما تمكن 232 من سداد ما عليهم من ديون لينتقلوا إلى مرحلة الادخار بذكر الفوائد المالية التي يرد بها هذا الإجراء المالي وأشهد المشاركون بأهمية السمينار مناشدين بإعادة النظر في نسبة الفائدة المبدئية المحددة لتكون 16% السوشدة في 20 من أكتوبر الجاري المناضي العبد محمد عمر مطري عن عمر بلقى 76 عاما جراء مرض ألم به والتحق المناضي العقيد عبد مطري بصفه في قوات التحرير الشعبية في شهر مايو عام 1973 وخدم بكفاءة واقتدار التنظيم والوطن في مختلف الوحدات المقاتلة من جندي عادي حتى قائد فرقة عسكرية لتحقيق الاستغلال والدفاع عن السيادة والمناضي العقيد عبد مطري والذي أمضى 51 عاما من حياته من أل التحرير والدفاع عن السيادة يعتبر من المناضيين النموذجيين والأبطال المحبوبين المعروفين بالتفاني والتضحيات والتواضع والشجعات والمناضي العقيد عبد محمد عمر مطري أبل خمسة أبناء وغدورها جثبانه أثرى ظهر اليوم 22 من أكتوبر في مقبرة الشهداء في أسمراء بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجفهة وقادة الجيش والشعب وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ عذنها لاستشهاد المناضي العبد مطري وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه مشاهدين أشرتنا تتواصل من الفضائية الإلكترية ولكن بعض فاصل قصير فابقوا معنا أهلا بكم مجددا بدأ الجيش الصيني مناورات بالذخيرة الحية قرب تايوان مواصلا بذلك ضقوطه على الجزيرة التي أعلنت سلطاتها أنها تراقب أن كثب هذا التهديد للاستقرار الأقليمين وفي منتصف أكتوبر أجرت بكين مناورات واسعة النطاق حول الجزيرة شاركت فيها أعداد قياسية من الطائرات والسفر العسكرية في حين دعا رئيس الصيني شي جين بينغا قواته للاستعداد للحرب وكانت إدارة الأمن البحري في منطقة بينغتان الواقعة في مقاطعة فوجيان شرقي الصين أعلنت أنه سيتم إطلاق زخيرة حية في منطقة بحرية يبلغ مساحتها حوالي 150 كم مربع وردا على هذه التدريبات أعلنت وزارة الدفاع التانوى التايوانية الثلاثة أنها تتابع عن كثب الأنشطة والنوايا العسكرية الصينية أعلنت استرالي أنها أبرمت معلولات المتحدة صفقة بقيمة 4.7 مليارات دولار أمريكي لتزويد قواتها البحرية بصواريخ متطورة ومتوسطة وطويلة المدى ورحبت كامبيرا بهذه الصفقة باعتبارها منعطفا مهما وفق ما نقلته وكالته الصحافة الفرنسية وفي أبريل كشفت الحكومة الأسترالية عن أول استراتيجية دفاعية وطنية لها على الأطلاق وتركز هذه الاستراتيجية على المحيط الهادي في مواجهة التكتيكات القسرية المتهمة الصين بممارستها في المنطقة كما تقول وأبو موجي بالصفقة ستشتري أستراليا من الولايات المتحدة الصواريخ SM6 المحمولة على السفن والقادرة على إطلاق طائرات وصواريخ كروز وصواريخ متوسطة المدى المزودة بقدرات حديثة في مجالي التوجيه والتوجيه الذاتي قال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كون روي الذي يزور واشنطن أن أستراليا تواجه البيئة الجيو استراتيجية الأكثر تعقيدا منذ الحرب العالمية الثانية قال وزير الخارجي الهندي في كرام أن الهند والصين توصلت إلى ترتيب دوريات على طول حدودهما المتنازعة عليها في جبال الهملاية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فضل الاشتفاك وحل الصراع الذي بدأ عام 2020 وقال كبير دبلوماسيين في وزارة الخارجية أن المفاوضين الدبلوماسيين والعسكريين من البلدين أجروا عدة جولات من المحادثات خلال الأسابيع القليلة الماضية وأضاف أن هذه المحادثات أسفرت عن اتفاق بشأن ترتيبات الدوريات على طول خط السيطرة الفعلية في المناطق الحدودية الهندية الصينية بما يؤدي إلى فك الاشتفاك وحل القضايا التي نشأت في هذه المناطق في عام 2020 وتوترت العلاقات بين الجراتين المسلحتين نوويا منذ أدت الاشتفاكات بين قواتهما على الحدود غير المحددة إلى حد كبير إلى مقتل عشرين جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين في عام 2020 قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل أن عدد قتل العاصفة الاستوائية أوسكار وصل إلى ستة أشخاص على الأقل وذلك بعد يوم واحد من وصولها إلى اليابسة في كوانترامو كعصار من الفئة الأولى وفقا لأحدث تقرير لمعهد الإرصاد الجوية تم تقفيد تصنيف أوسكار إلى عاصفة استوائية بعد أن بدأت تضعف ومن المتوقع أن تضعف أكثر وقال دياز كانيل لوسائل أعلام الحكومية أن العصار أوسكار ضرب الطرف الشرقي لكوبا وتم الإبلاق عن معظم الأضرار في مقاطعة جوانترامو حيث سجلت بلدية سانانطونيا وإمياس مستويات تاريخية من الفيضانات ولا تزال عمليات الإنغاذ وتقييم الأضرار مستمرة في الجزيرة الكاربية واسط معاناة من نقص حد في الغداء والوقود والدواء مشاهدين قبل الختام عليكم تذكير بهم واجهة في هذه النشرة من أنباء أساسة التالتون هي مرحلة الثانية من تجيز خطوط الاتصالات القديمة سامنار حول مكافعة مرض الملارة في مدريتين 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 جمعية المعلمين بيغلب عن سبات ونظم دورة تدريبية لرفع العداء المهن للمعلمين الصين تبدأ مناورات بالذخيرة الحية قرب تايوان أستراليا تشتري صواريخ أبريقية متطولة بقيمة 4.6 سنة من الهرات والهند والصين كورماني اتفاقية فرات حدودية خط بخط بفوحدة الاعتاقات مشاهدين انتهت النشرة شكرا على حسن المتابعة تحية لكم اينا وكنتم للقاء ترجمة نانسي قنقر